اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تتبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الهاب القيادات والجيش الهاب الحكومات باصحاب القرار اورانوس اللي علاقة بالانقلابات اللي علاقة بالثورات اللي علاقة بالاغتيلات اللي علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوينه النار الو بالحروب والو بالنار والو بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه بداية موسم الشتاء فراح تكون التأثيرات يعني والله واعلم الهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس عاصير ما مش بتخوف يعني عاصير انها بده تشيل البلاد يعني ممكن ايش العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو اللهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبأ باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد نجينا على توقعاتنا الشهرية الشهر هاد بيركز كله على العلاقات الاجتماعية يعني هذا الشهر بعطيك بوادر انفراجات بوادر تسوية بيكون الشيء الملفت هو النشاط الاجتماعي وبناء الصداقات الجديدة ورح تلمس تقدم على حسب مجالك على او على حسب الوضع الحياة اللي انت عايش فيه رح يكون في فرص وفي حضوض حسب جهودك اللي رح تبدلها ممكن ممكن تشكو من عدم فهم الاخرين اليك او لبعض متطلباتك او اتعب نتيجة امتحان او تجربة صعبة حاول انك تستغل الفترة هاي لتحسين سمعتك وطرد الشكوك لانه شوية هيك فيه نوع من التحذيرات من مشاكل في السفر والتنقلات شوية ممكن تلاقي صيتك لمع او صار لك نوع من انواع الشهرة فيه فرص عندك لتلطيف الاجواء وتعيد السيطرة على كثير من الامور اللي شغلت بالك خلال الاشهر الماضية حاول انجاز الملفات والعقود والاعمال المهمة بالتاريخ عشرين الشهر لانه في عشرين الشهر بتصير الشمس موجودة في بيت متعبك يعني بعد هيك رح يكون الوضع صعب وخاصة من عشرين الشهر رح تتعطل كثير من المسائل وما رح يكون فيه عندك طاقة لانجاز كثير من الاعمال اللي توكل اليك انتبه لوضعك الصحي والمالي والمعنوي بعد عشرين الشهر بالنسبة للوضع النفسي والشخصي الفترة هاي رح تكون انت عندك ميل كبير لمساعدة الاخرين تجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك شوي بتكون طائش ورغباتك شريهة ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك الفترة هاي ممكن شوي فيه تكون نوع من انواع الصعوبة للتكيف مع محيطك وخصوصا حياتك العائلية بانصحك انا انه تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة العداء اللي بكون مشحون فيها بيزيد ميلك للامور الروحانية وروح التضحية اما بالنسبة للعمل والمال تتمكن من تحقيق بعض الاهداف المهمة بتزيد عدوانيتك واندفاعاتك خصوصا في مجال العمل او مع الناس اللي انت بتشترل معهم او مع زملائك في العمل بالنسبة للأسفار والتنقلات والفكر والدراسة يعني بتميل بعد مرات انك انت تتبع افكارك وين بتوديك ممكن تتخذ قرارات مفاجئة ممكن تقوم بخطوات مهمة ممكن تقرر السفر بدون سابق انذر او استعداد حاول انك انت تركز ما تترك الامور لأفكارك لانه افكارك كثير ممكن انها تكون مش مركزة صحيح في الفترة القادمة اما على المستوى العاطفي والعائلي والاجتماعي بتتمكن من تحقيق مشروع او امني بمساندة اشخاص وممكن يكونوا ذو نفوذ او يكونوا من طبقة يقدروا يساعدوك فيها علاقاتك مع اصدقائك راح تكون جيدة ممكن تتعرف على اصدقاء جدد ممكن تتلقى اخبار سارة وممكن تلتقي باصدقاء بعد او بيقيموا في مكان بعيد ممكن تعمل مشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقائك تعرف علاقات المريق بتكون تتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل المشتري بيحكي لك فيه فرصة جديدة لتكوين صداقات عديدة بتستفيد من بعضها في وقت لاحق منكم بنضم لعضوية لنادي او جمعية ومنكم بحقق رغبة او امنية قديمة زحل هو اللي شوي بيضغط عليك عشان هيك بتلاقي نوع من انواع صعوبة في التفاهم مع بعض الاصدقاء ومنكم بيفقد عضوية في نادي او في جمعية ومنكم بيخسر بعض الاصدقاء اورانوس بيركز على العلاقات مع الاخوة والجيران وفيما يتعلق بالسيارة والتنقلات والسفريات السريعة والدراسة الاساسية والمراحل الابتدائية والاعدادية وممكن تكون مفاجئة ايجابية او سلبية عشان هيك اللي عندهم امتحانات او عندهم تنقلات بالفترة هاي بدهم يركزوا مظبوط ما يعتمدوا على الحضوض لانه اورانوس يعدلهم بالمرصد بلوتو بيركز على العلاقات مع الاصدقاء بحيث ممكن تكون مشكلة بينك وبين صديق يعني تكون هاي قطيعة بينك وبينه والعلاقة هاي ما ترجع نهائيا نبتن بحكي لك ركز على نظرتك الواقعية للحياة والعملية للامور وما تخلي خيالك يشطح كثير في تحليل الامور خلي الامور بتنحلى حلها هيح منكون احنا نصلنا لنهاية توقعاتنا نحكي والله اعلم هاي توقعات مش تنبؤات ممكن كلها تصير وممكن ولا ايش منها يصير باتمنى انا المنيح يصير والمش منيح ما يصير وفي النهاية منحكي والله اعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك سلام اشتركوا في القناة